السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبتي في الله طبتم ووطب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة كل ما نقترب من شهر رمضان يكثر التساؤل كم مرة أختم قرآن في رمضان هل أختم ختمة واحدة وأقرأ بتأدى وتدبر وتأمل أم أنه أختم عدة ختمات أم ماذا أفعل وأنا كنت أحفظ في غير رمضان هل أستمر أنا في الحفظ في شهر رمضان وأكمل وردي من الحفظ اليومي أم أتوقف عن الحفظ أراجع في رمضان وأستغلها في المراجعة أم أنه أنا أركز على التلاو وختم القرآن عدة ختمات هذا الذي يحدث وهذا الذي يحصل كل ما اقترب موعد شهر رمضان المبارك أحبتي في الله يعتبر رمضان من أعظم الأشهر عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس لما فيه من مراجعة للنفس وتصحيح للمسار النفسي والجسدي والروحي ففيه يتسابق الناس إلى الخيرات انتبهوا هذه المقدمة ليست اعتباطا أحبتي في الله تطمئن فيه النفوس اطمئنانا عجيبا وتتغير فيه الطباع الحادة والقلقة ويعتبر هذا الشهر الفضيل محطة مهمة لمن أراد تغيير ما في نفسه والبدأ في مرحلة قد تكون مختلفة تماما عما سبقها ففيه تتغير عادات الأكل والنوم ويزيد العبد إقبالا على ربه وتكثر فيه الطعاد دون ملل أو كلل فكثير ممن هجر الصلاة عاد إليها في هذا الشهر الكريم وكم من غافل عن الذكر تذكر وأكثر منه وما أكثر الذين وجدوا ضالتهم في مصحف يأنسون به يقرؤون بشغف آيات الله يتلونها آناء الليل وأطراف النهار ولا نكران أننا دائما نسأل أو يسألنا غيرنا كم مرة ختمت القرآن في رمضان وهل أختم مرة واحدة بتأمل وتدبر أم ختمات عدة يعني متعددة أربع خمسة ستة ختمات وأنا كنت أحفظ فهل أتوقف أم أستمر في الحفظ وأنا أحفظ كم جزء من القرآن فكيف أراجع محفوظي وكيف أختم وإلى آخره من هذه الأسئلة أحبتي في الله التي دائما ترد قبل شهر رمضان المبارك وإذا ما أردنا أن نعود إلى زمن السلف ونرى ما كانوا يفعلون في رمضان لوجدنا أنه إذا أقبل عليهم شهر رمضان قاموا بطي الكتب ورفع الأقلام والمحابر وقالوا هذا شهر القرآن فلا ينشغلون بغيره ولو كان علما شرعيا تبهوا لا ينشغلون بغيره ولو كان علما شرعيا فكيف بأمور الدنيا وكان ذلك شأنهم يعظمونه ويتدبرونه غاية التدبر وكان الرجل منهم يقرأ الآية فتبكيه والأخرى فتبشره ولا يغادرها إلا إذا أخذت مستوطنها في قلبه وجوارحه فهذا سفيان الثوري على سبيل المثال إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن فكانت القراءة تدبرا والختمة عظا فقد يقرأ الواحد منهم سورة واحدة تغير في نفسه الكثير فالقراءة حين ذاك وسيلة وليست غاية في ذاتها القراءة تدبرا والختمة عظا لأجل ذلك يحرج الناس بعضهم بعضا كم مرة ختمت في شهر رمضان إذا ما طبقت مقارنة الغاية والوسيلة والأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه التدبر من عمل وتطبيق وأيضا من شروح وتفاسير لبعض الألفاظ وأسباب النزول ليكون القارئ بعد ختمته تلك ثقافة دينية واسعة تمكنه حقا من تغيير ما في نفسه وقبل أن يبدأ العبد في أي عبادة ما بما فيها القراءة عليه أن يخرج بقلب غير الذي دخل به وإلا فإن الخوارج كانوا يكثرون من تلاوة القرآن الكريم ولكنه لم يتجاوز حناجرهم كما وصفهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخر هذا الحديث رواه مسلم ثم أنه في زماننا من تره يختم القرآن عشر مرات في شهر رمضان صحيح أنه قد اكتسب الحسنات والكثير من الحسنات بذلك إن كانت نيته في هذه الختمات لله عز وجل وليس بمجرد الخروج من شهر رمضان وتبدأ المفاخرات وأحدهم يقول للآخر كم مرة أنت ختمت القرآن في هذا الشهر الفضيل وللأسف البعض من من نجدهم قد ختموا عدة ختمات في شهر رمضان أنه لم تغير فيهم هذه الختمات شيئا فههم قد عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان من مجلس الغيبة والنميمة والتفاخر والحساد وأذية الجيران ولا يأبه أماله من حلال أم من حرام قال تعالى في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فيقول أحدهم لقد ختمت ست مرات والآخر عشر مرات لكن ماذا عن العمل بما جاء في الوحي؟ كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كيف يصل القرآن إلى تلك الروح العطشة؟ إذا لم تعتبر نفسك مخاطبا بتلك الكلمات العظيمة فقد روي عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار الواقع أحبتي في الله أن تلك القراءة البصرية السريعة مع ما يمتلكه الإنسان المعاصر من ذهن سابح في التفكير الدنيوي خلي نخليها بين هلالين هذه المسألة من ذهن سابح في التفكير الدنيوي والغفلة لن تحقق الغرض لن تجعل منك مخاطبا بل ربما قد تجد نفسك أحيانا تقرأ رأي العين ولا تعي ما تقرأ وربما قد تحصي عدد الصفحات التي بقيت لك لتكمل تلك السورة أو ذلك الجزء فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لقد عشنا دهرا طويلة وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل الدقل أي التمر الرديء هذا هو حال الغالبية للأسف الغاية هي أكبر عدد من الختمات صحيح أنك حين تكثر من عدد الختمات ستحس بأنك على الطريق الصحيح وهو كذلك لكن عليك أن لا تنسى الغاية الأعظم وهي التدبر والتفكر في الآيات والمشاهد القرآنية التي تزيد من ثبات قلبك في زمن أصبح فيه الثبات ضربا من الأحلام الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فوقتنا تتقاسمه الأشغال اليومية والمعوقات أضف إلى ذلك ما تعرضه الدراما الرمضانية من برامج لديها جمهور عريض لا أحد ينكر هذا تستهوي بكل ما للكلمة من معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تهذو القرآن هذى الشعر ولا تنفروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن همى أحدكم آخر السورة قال عمر بن الخطاب كنا نحفظ العشر آيات فلا ننتقل إلى ما بعدها حتى نعمل بهن وروي عنه أنه حفظ صورة البقرة في تسع سنين فأين نحن منهم؟ قال النووي رحمه الله معلقا على مسألة قدر ختمات القرآن فلننتبه ولنسمع والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه وكذا من كان مجغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومن صالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكفر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة انتهى هذا الكلام النووي رحمه الله تعالى ومع هذا الاستحباب والتأكيد على قراءة القرآن وختمه في رمضان يبقى ذلك في دائرة المستحباد لا يأتي أحدهم ويقول إن من الواجب عليكم أن تختموا القرآن في رمضان عشر مرات وقد كان الشافعي يختم ستين مرة وقد كان فلان من السلف يختم ثلاثين مرة وقد كان كذا وكذا يختم كذا وكذا من المرات أحبتي في الله هؤلاء الناس لما نأتي بأسماءهم هؤلاء الناس قد فقهوا وتعلموا وتدبروا وتأملوا فلما يأتي أنت الآن لم تفقه يعني لا تعي ما تقرأ كثير من الناس الآن مجرد أنه يعرف ألف حرف لام حرف ميم حرف وفي كل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها على عيني وعلى راسي لكنه قرأ آية معينة وهو لا يدري هذه الآية ماذا تعني ما هي التأملات في هذه الآية التفكر في هذه الآية هؤلاء الناس الذين كانوا يختمون كما ورد عنهم العديد من الختمات هؤلاء الناس كانوا يفقهون ما يقرؤون يفهمون ما يقرؤون الله تعالى يرضى عنكم فلا يأتي أحد الآن ويقول أن إنه من الواجب عليك في رمضان أن تقرأ عشر ختمات وأنك وأنك لا يوجد دليل على هذا الكلام سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان؟ فأجاب ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يكثر من قراءة القرآن لأن ذلك كان من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حيث أنه كان يتدارس القرآن مرة في شهر رمضان وفي السنة التي مات فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تدارسه مرتان مع جبريل عليه السلام انتهى فانتبهوا أحبتي في الله يعني أحنا ما ممكن أنه نجبر الناس على شيء أصطنه وفيه السعى كبيرة اقرأوا القرآن وتزودوا من تلاوته بقدر ما تريدون من السعادة والبركة في حياتكم فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن قراءة سورة البقرة أخذها بركة فكيف بمن أخذ نصيبه من كامل القرآن تخيلوا مقدار البركة والسعادة ثم إنه موسم للطاعات والجوائز وتتضاعف فيه الحسنات لعظيم وفضل هذا الشهر المبارك الله عز وجل يقول في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لن تبور ماذا يفعلون يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ماذا يرجون تجارة لن تبور ما ممكن أن تخسر هذه التجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لمان؟ لأصحابه الصاحب هو الملازم الدائم له هب أن لك صاحبا صديقا في الحياة الدنيا الآن ملازم لك في حياتك يعرف عنك تقريبا كل شيء متى تنام؟ متى تستيقظ؟ ماذا تحب؟ من طعام؟ ماذا تكره؟ ميولك؟ تصرفاتك؟ كل شيء كيف علم صاحبك هذا؟ نتيجة الملازمة الدائمة لك ولو أنك غبت عنه أسبوع من الزمن ما كلمته ثم بعد ذلك يهاتفك ويقول لك بعتب بعتب أين أنت؟ أنا مرضت وأنا في الفراش وأنت أسبوع لم تكلمني ويبدأ العتاب بينهما وأنت صاحب وأنت زميلي وأنت صديقي فمع الفارق في القياس والتشبيه ما هو حالك مع صاحبك القرآن؟ هل بلغت صحبتك معه كما بلغت صحبتك مع صديقك هذا؟ الآن علمتم أحبتي في الله ما معنى هجر القرآن وما معنى لأصحابه؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة إنها مواسم الطاعات أحبتي في الله فشمروا وسارعوا كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فالمسارعة والمسابقة في الخيرات منهج المحبين وشعار رمضان هو القرآن فمن يجد في نفسه قوة على أن يختم عدة ختمات بلا هذرمه فليفعل ومن كان منكم يحفظ أجزاء منه فليراجعها من صدره أثناء ختمته ثم يكمل باقي الأجزاء قراءة من المصحف وهكذا كلما أراد أن يبدأ ختمة جديدة ورب سائني يسأل أنا أريد أن أقرأ وأتدبر ما أقرأ وأتمهل كي أفهم فأقول له لا بأس بذلك ولكن اعلم أن تدبر القرآن هو مشروع العمر بأكمله وليس فقط في شهر رمضان ولا بأس أن يكون لك موعد يومي تتدبر فيه آية أو عدة آيات مما قد مر عليك في ذلك اليوم وأنت تتلو كتاب الله وأمامك إدعى الشهر ممكن أن تجعل لك فيها جلسات تدبرية لك ولعائلتك تتدارسون فيها كتاب الله عز وجل وهذا طبعا مستمر بعد شهر رمضان المهم أحبتي أن الإنسان يدخل بقلب وسلوكيات قد تكون غير صحيحة ولائقة إلى رمضان ثم يكون قد خرج بغير تلك الأخلاق والسلوكيات بما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا هو المقصد الرئيسي من شهر رمضان وكل مواسم الطاعات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته